بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين السلام عليكم ونحمة الله وبركاته في نهاية الفيديو شيف محمود الاصاص هيتكلم على طريق التحضير كل السمك والكابوريا والسوبيا والكريماري وتعبين البحر والجندفلي وبطريق السوبيا والكواكع وبعض انواع الصدف اللي انا سبقته في الحقيقة وجبت لحضراتكم الاسعار من الاسو الجندفلي الاصلي اللي قدامنا ده ولحظ حضرتك انه هو صاحي زي ما انت شايف كده انه هو بيتحرك الجندفلي ده بمية جنيه طبعا ده بيختلف عن باكلاويز بورسعيد وعن كواكع اسماعيلية وفايد والسويس ده حضرتكم الاصلي هو نفس النوع اللي هيشتغل عليه في اخر الفيديو الشيف محمود الاصاص الحلقتين الثلاثة اللي فاتوا اللي اتكلمت فيهم على السمك كنت جاي بموسى وقلتلك انه هو بمتين وخمسين النهاردة لقيت الحقيقة موسى قليل جدا في السوق بتلتمية وخمسين لكن نفس الكفاءة والجودة هي اللي هيشتغل عليها والشيف محمود حتى لما هقلب دلوقتي السمكة كده هتلاقوا حضرتكم ايه البطروخة اللي هيتكلم عليه الشيف في اخر الحلقة طبعا احنا لما بنتكلم في سوق العبور السوق الحرة على السمك دايما بنفرق بين سمك المزارع وسمك البحر وبنقول ان سمك المزارع بيبقى كله حجم واحد سمك البحر فيه كبير وصغير ووسط لانه مش زريعة ومش عمر واحد الدنيس يا جماعة النهاردة بمتين وخمسين ومتين وتمانين السمكة دي اسمها سمكة السهلية معروفة اوي في مدن القناة سويس وبورسعيد واسمالية لان في الحقيقة هي منطقة معاشتها هي قناة السويس نفسها يعني اكتر من البحر الاحمر او البحر البيض مش موجودة في البحر البيض شبه البوري لكن هي مش بوري هنتكلم كمان شوية على البوري الناس مش عارفينها كتير لان ما بتكبرش ومعظم الناس بيحبوا السمك كبير في الحجم السهلية بتراوح عسعارها من مئة وعشرين لمئة وخمسين هنشوف في اخر الحلقة الشيف محمود هيتكلموا على العنشان او تعبين البحر وهقول عليها ايه بالزبط اه وطريقة عملها في صنية البطاطس هسيب لكم الحتة دي واسمعوها من الشيف اه في اخر الحلقة لكن طبعا بفكر حضراتكم محدش يمشي من الفيديو قبل ما يحط لايك متنسوش يا جماعة اللايك طبعا مشاهدين القناة الادام انا بشكرهم جدا لدعمهم لسوق الوبور السوق الحرة عدد الدقائي الكتير اللي بيشوفوها في الفيديو الواحد واللايكات والتعليقات اللي في نفس موضوع الفيديو وبعض المشاركات طبعا براحب بكل المشاهدين اللي بيشوفونا النهاردة الاول مرة سوق الوبور السوق الحرة بتتكلم على الفاكهة والقدار والسمك بنفس الوضع وبنفس الكيفية اللي حضراتكم شايفينها في حلقة النهاردة الكابوريا الاناس اللي قدامنا اللي بصناها بتبقى اه كده يعني منحنية بمية وخمسين وبمتين كابوريا حجري بتبقى اغلى شوية دي مجموعة من الكريماري كبيرة الحجم والسوبيا لانه قلتلكم انا جايب لحضرتكم الاصناف اللي هشتغل عليها بالفعل الشييف محمود القصاص في اخر الحلقة هو هشتغل على الكريماري والسوبيا او السوبيت الكبيرة في الحجم اللي فيها بطاريخ وفيها بيض سوبيا وهنشوف ازاي بيض السوبيا بيشتغل عليه المرجان طبعا يا جماعة لما بنتكلم عليه في سوق العبور السوق الحرة بنعرف ان المرجان ابو اتب اللي هو بمتينه بمتينه وخمسين ووصل على فكرة تلتميت جنيه النهاردة الاتب بيبقى على ظهره من اول راسه لغاية ديله بيفرق كتير عن الصرع اللي بيقولوا عليه في السوق المرجان او صرع المرجان دي انواع البوري دايما بنتكلم على البوري عموما اسعار البوري النهاردة في الجملة من ستين لتسعين والقطاع من مية وعشرين لمية وخمسين راجع سوق العبوري السوق الحرة تلاقييني بتكلم على البوري وانواع البوري البوري الكنال وبوري الاصلي اللي بيبقى عليه الختم الاصفر على ديره وعلى راسه وعلى الهاليل والدبارة. الشعور الحر بنتكلم طبعا في القناة على الشعور الحر وانا جيب لكم نفس الحجم اللي هشتغل عليه الشيف ده الشعور الحر طبعا في سوق العبور برضو بنتكلم على جميع انواع الشعور الشاركس والمحصيني والقومقوم والديرين وبنفرق بينه وبين الصدفة وبودرز وبعدس يعني الاشكال اللي شبه الشعور ده البربوني الكبير او الجامبو اللي هشتغل برضو عليه الشيف بيقوله عليه في اسكندرية السلطان ابراهيم واسعاره بمية وخمسين جنيه ده جماعة السوبيا او السبيت الكبيرة اللي هشتغل عليها برضو الشيف في اخر الحلقة في الحقيقة يعني انا اتمنى ان كنتوا تكملوا الفيديو لنهاية الحلقة قليل لما بنقابل الشيف محمود القصاص وفي الحقيقة طرق طهي جميلة جدا وسهلة والرجل انتوا طبعا تعودتوا على طريقة شرحه السوبيا اللي هو جايبها النهاردة سوبيا كبيرة زي دي كده لسه بحبرها دي متنظفة اصغر شوية من اللي كانت في الاول الكبيرة طبعا اللي بتبقى فيها البطاريخ وفيها بيض السوبيا وفي الحقيقة في ناس كتيرة وبالذات يعني البنات الصغيرين ويمكن يكون الفيديوهات اللي بعملها مع الشيف محمود يعني بتفيد البنات الصغيرين ان شاء الله يعملوا الحاجات دي في بيوتهم طبعا في اعياد وفي افراح او للسنة الجديدة وان شاء الله برضو خلاص يعني رمضان ويعيد وفي افراح وربنا يفرح كل بناتنا المهم الحلقة دي بناديها للعرائس والبنات الصغيرين الكواكع او الصدف اللي قدامنا ده طبعا هيكلم عليه الشيف محمود وهيعرفنا انواع اللوكز والسريديا انا بس هجيب لكم ام الخلول لان فيه ناس بتسأل على ام الخلول ام الخلول لجماعة غالية جدا ام الخلول وصلة لـ 200 جنيه تقريبا قربنا نوصل لان يبقى معنا الشيف محمود حجم 4 صابع زي ما انتم شايفينه كده ان فرد الـ 4 صابع ده حجم البربوني بتاعنا ده في الحجم البلدي الفراغلة ده كده جامبو يعني ده كده جامبو في الحجم اللي انا بتكلم فيه في البربوني اللي انا بقول لكم عليه اطعم حجم ليه طبعا مقلي وفي ناس بتعملوا مقلي كده خلوه توم وحشوا فيه ناس بتحشيه برضك تومة مفرومة ما اعفف الفلاية خضرة كده مفرومة تحت الساتور بتتفرم كده بطريقة معينة وبيتحش بيها البربوني ده فيه ناس بتبقى حبه الكلام ده وفيه ناس بتحبه مالح وكمون بس مقلي اللي هو المقلي العادل مالح وكمون او طش تخليه توم ماشاء الله ده مونسم دلوقتي الـ بربوني برضك الشعور عندنا مشاء الله برضك الايام دي ما شاء الله الشعور عندنا ما شاء الله احجامك كبيرة موجودة عندنا ما شاء الله حيطة للفداية دي تعمل حوالي تلين كيلو يليها كزا طريقة لاما تقطعها كلها مقلي او تاخد الرأس والديل وتعملهم شربة صيادية او تبتعها سنجاري بالقلط اسكندراني او اميال لها في الصوان المسبكة سوس احمر بالبطاطس تبقى طعمها كويس اوي فيه ناس بتحبها ده المسبك برضو بسوس احمر اللي هو الصيادية صيادية الحمراء بورسari ده بالنسبه للشعور ما شاء الله دلوقتي ايامه اما بالنسبه للبوره عندنا دلوقتي برضو گ ايام اتلاقي اي اي تمسك اي واحدة دبورية دبارة هتلاقiah ما شاء الله gramوسم دلوقتي دبارة دبوري ما شاء اللهicableها تلاقاها كلها بطرخة دلوقتي معا بالواحدة الجندوبل الايام ده هتلاقى حجم بتاعه كبير مش الحجم الصغير مشاء الله هتلاقيها مليانة لحم كده مش هتلاقيها بالعراملة كتير بس برضو لازم يتنظب طبعا بطريقة معينة بتعمل طمو كرافسه بتعمل صوص بكريمة و بتعمل شربه شربه بلدي وفي ناس بتحبه ماشه بالخلط اسكندراني في ناس بتحبه ماشه بالزبدة وفي ناس بتخليه بتدخله ضمن التواجن المكسار برضو نفس الكلام المرجان عندنا دلوقتي برضو الأحجام الكبيرة بتتظهر الأيام اللي فاتت كان الحجم الصغير اللي هو تلت حبايات يعملو كيلو مثلا ابتدى يزهروا بقى الحتة في الكيلو والكيلو وربع ما شاء الله زي ما انتو شارفينه كده ابتدى تظهر أطعم انواع السمك في المقلي في ناس بتحبه ماشه والزيت ولمون في ناس بتحبه صوانيك البطاطس كمان صوص عبدالصوص عحمد ما شاء الله الدنيس عندنا قنال احجامه بقى الصغيرة كان عندي الأزبوع اللي فاته ما شاء الله حتت الدنيسة وصلت عندي لحدة 3 كيلو سمك الدنيس وصلت عندي لسبوع الفاته بحد 3 كيلو الطرح الايام م شاء الله زي ما انتم شايفينه كده الحيثة التلاتات في الكيلو اطعم انواع السمك الماشي والزيت ولمون الناس بتحبه ماشيه بالرده في ناس بتحبه مقلي ويتعمل بطريقة جديدة كبيراين اكتفتح سنجالي ويتقلب الحنشان المايا الملحة م شاء الله زي ما انتم شايفينه ظهرت عندنا في السويس م شاء الله من حاجات اللي بتتشويه الزيت ولمون بصوص بورطعون كده بتخلفره في ناس بتحبه تقطحة مقنية في ناس بتعملها بتسبيكة حمرة في السنار م شاء الله زي ما انتم شايفينه كده بنور مشار الله ده الصواني جميلة والСندارة برضو الجميلة والشراب الصوضية جميلة في بيض دو السبيت السبيت strategicPay and advocacy period وطواجن بكريمة ودخلت مع البطاريخ ودخلت مع الجنباري في الطواجن المكساس بسوس الأبيض بسوس الأحمد أرنسط ومبق موجود عندي على طول ماشاء الله الجبيت دلوقتي الأيام دي هو اللجز الأحمد اللجز الأحمد ده بيجناش كتير ده بيبقى من الحاجات الولايات جدا اللي بتدى يظهر الأيام دي ماشاء الله عليه زي ما انتو كده شايفين حباية اللجز الحامرة ماشاء الله بتتقطع بالخل والتوم وفي ناس بتحب تقلبها في الطحينة فهي ناس بيتدخلها شرب ناس بيتدخلها في الطواجن من فصل اللي يقدر بالماء الجز الناب الم terrorist الموسى عندي بردوك الأيام دي ماشاء الله تلاقي بردوك صبع البطاريخ مرسوم على وشها ماشاء الله زي ما انتو كده الموسى بتنطه تظهر عندنا صبع البطاريخ مرسوم على وشها ماشاء الله بيتقليه بتشوى عجرل الزيت ولمون تشوى عجرل بالزبدة السهلية ماشاء الله عندنا بردو خلاص اواخر ايامها بقى هتبتدي الايام الجاية تبقى صايمة بص ما شاء الله كلها مبطرخة لسه عندنا السهلية مبطرخة ما شاء الله لسه السهلية عندنا مبطرخة والكابوريا عندنا مبطرخة برضو بالواحدة ما شاء الله يا رب بقولنا افاك تابعنا شكرا شيف